ماذا الموضوع سعد باستثابات بالسيد فرحاد شابخ الأمين العام الاتحادية الوطنية لعمال التربية هنا بك سيدي وصباح الخير صباح النظر شكراً للاستثافة أولاً نتحدث ربما عن تعطيل تصحيح أوراق ابتحان شهادة الباكالوريا ماذا سينجر عنه؟ من قال بأن هناك تعطيل اليوم سينطلق رؤاسة المراكز والأمانة إلى مراكز الصحيح والتصحيح سينطلق يوم الأحد الثانية إن شاء الله للشعب التي لم تمسها إلى إعادة إذن التصحيح راه ماشي عادي البرنامج ماشي عادي إلى آخره يبقى فقط المواد السبعة التي تم إعادة مواضحة وامتحانتها إذن أؤكد لكم هنا بأن اليوم الخامس كل رؤاسة المراكز والأمانات ستنطلق لترتيب الصحيح ويوم الأحد إن شاء الله سيلتحقون كل أسددة إلى مراكز الصحيح وينطلق الصحيح ربح للوقت علماً بأن لا تعلن أي نتائج وخاصة الشعب التي لم يمسها كما يقولون الغش الجميع أو تسريب المواضيع في الحقيقة ليس غش تسريب المواضيع سلا يعلن علىها إلا في الأسبوع الثاني إن شاء الله مش هارج بيلا إذا نظر ممكن معلومة ممكن نسربها كده وإنما أنا أؤكد لكم بأن تصحيح البرنامج ماشي عادي مثل ما راح ماشي تصحيح شهادة مبعد التعليم الابتدائي ويتقريباً ممكن غدوة غير غدوة على أكبر تقدير ستعلن النتائج وكذلك فيما يخص شهادة تعليم المتوسط الإجراء ماشي عادي وستعلن نتائج آخر أجل عنها وهي يوم 17 معنا قادرة تعلن يوم 16 أو 15 حزب العامل تعلق الأسعيدة والليجان مباشرة فقط طيب نتائج البكالوريا ستعلن في؟ تعلم في الأسبوع الثاني من شهر جميلية على أكبر تقدير معناها حزب طبعاً حزب الصحيح وإنما نقدر نقوله باعتباره تقريباً مجموعة كبيرة من الأوراق قد تم تقريباً سيتم تصحيح تحوية تقريباً ما يعادل 450 أو 500 ألف ممتحر يبدأوا تصحيح تحوم الآن رهي ينطلقوا معناها ممكن يبقوا فقط ممكن من ابتداء من يوم بعد 23 مباشرة المركز رهي مهيئة يبدأوا كذلك مع كما يقولوا لبريزون جوري يشوفوا تصحيح النموذجي وتنطلق العمل إن شاء الله طيب في هذا الصدد هل سيؤثر ربما هذه الامتحانات السبعة التي ستكون في حق المترشحين في المواضيع المتسربة بالنسبة للمواضيع المتسربة هل سيؤثروا على الدخول الجميعي المقبل لا دون راحيت الدخول الجميعي لا يتأخر فقط وهي ممكن زمل أنا في التعليم العالي فقط راح ممكن يتعطلوا نوعاً ما في التسجيلات وخاصة المشرفين على التسجيل بأتبار مباشرة أكبر تقدير قلنا يوم 15 جويلية هي عادة هدية الفؤادية تقريباً الوقت اللي ديروا فيها عادة النتائج تخرج بكراوريا يوم خمسة ستة سبعة جويلية ما لا يكون تعطيه لأسبوع أعضل ما راحش يأثر تماماً أنا فقط إذا تسمح لي سي بلال وهو أن ندر دائماً ندالي أبناء التعليم دائماً لأن العملية الآن هي عملية طربة ويبحتة لا سياسة ولا نقاب ولا شيء وهو دائماً الانتحاق بالتنويات الانتحاق بالتنويات سحب السدعات ابتداء من يوم 13 وإذا سمحت أذكر بالشعب كذلك لأن كانت شعب دائماً ممكن يديره وهي شعبة علم تجاربية سبع مواد وهي رياضيات فيزياء علوم اجتماعيات انجليزية فلسفة وفرنسية بما يخص شعبة الرياضيات والتقنية الرياضي وكذلك تصير باقتصاد وهي اجتماعيات انجليزية فلسفة وفرنسية وشعبة واحدة لها مدة واحدة وهي شعبة اللغات لها الاجتماعيات فقط لذا ممكن من هنا أذكر ممكن زملائي مدراء التنويات باش يعرفوا بأن شعبة لغات أجنبية معنيين بمادة واحدة ويستماعيات نتقل الآن إلى ربما الشيء الذي يثار عليه الجدل وكثر عليه الحديث ربما نتابع التقرير الآن حيث لا تزال قضية تسريب مواضيع شهادة الباكالورية تصنع الحدث فبعد توقيف شبكة من الموظفين المتورطين في تسريبات العديد من الأسئلة تطرح حول عديد الأسئلة تطرح حول كيفية تشكل هذه الخلية الإجرامية تبع المزيد مع أحمد قرى في أعقاب ما يصطلح عليه بفضيحة باكالوريا 2016 التي عصفت بالمنظومة التربوية ينتظر الرأي العام الجزائري الإفصح عن هوية المتورطين تحقيقات جهاز الدرك الوطني أفضت في مراحلها الأولى إلى توقيف إطارات ورؤساء مراكز امتحان وموظفين آخرين متورطين في تسريب مواضيع الباكالوريا التحقيقات شملت 30 ولاية وأفضت إلى فك لغز مهزلة الباكالوريا ثلاث موظفين من دوان الامتحانات والمسابقات ثبت تورطهم بالإضافة إلى رؤساء مراكز إجراء الامتحان شبكة شكلت وبامتياز حلقة جرامية متكاملة لتسريب المواضيع ووصولها إلى صفحات الفيسبوك ساعات قبل الامتحان الرسمي ليتم بعد ذلك تدولها على نطاق واسع العديد من الأسئلة تطرح حول ما حدث في باكالوريا 2016 التي دفعت بالوزير الأول لوصف ما قامت به كتهديد للأمن القومي المحققون أمام فرضيتين هل وقع التسريب من داخل الديوان أو على مستوى مراكز إجراء الامتحانات هذا وتم حجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة محققوى الدرك الوطني تم دعمهم بدركيين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الأعلام آلي التابع لقيادة الدرك الوطني بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والإدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب نعود إلى نقاش مشاهدنا الكرام حقيقة عديد الأسئلة تطرح حول من سرب ولماذا سرب ومن هذه الشبكة الخفية وهل هناك أياد خفية تسير هذه الشبكة طيب سيد شابخ أولياء التلاميذ حقيقة الأجمعية أولياء التلاميذ متخوفون الآن من تسريب جديد أولا ممكن إذا سمحت أخي بيلاد أنا نشكر مصالح الأمن والدرك الوطني في الحقيقة كما يقول بالقبض على هذه الشبكة رح يبريضوا أغلبية عمال القطاع بأن عمال القطاع عرام أبريم العملية وإحنا في الحقيقة أولياء نشكرهم لأنه رح ينحونا أحد الغموض وننتظر مثلي ننتظر من أنه في الحقيقة ليهمنا إحنا من هو الذي سرب الموضوع من البداية من المنطلق هذا هو الأساس من أما الباقية فهي عملية كما يقولوا تمشي في بعد ولكن من وأين أنا نظر لذلك أنا نظر ممكن إذا سمح لي هذه عام باعتبار العملية في تحقيق نفضل ما نتكلمش نخليه باعتبار مصالح الأمن المختصة رح تكشف النوة لكن رح ننتظره أولا كممثلين العمال لماذا؟ لأنه عندما كما يقول عندما عرف السوائب طالعجم عندما عرفوا المتسببين سكما يقولوا انبيض مجموعة كبيرة ممكن ما نقعدوش نتكهنوا باعتبار ما عندناش اليقين هل خرج من المركز إجراء هل خرج من الديوان إلى آخره ولكن أنا لدينا حز معلومات اللي عندي عادة مستبعدي خرج من الديوان ولكن أظن مصالح الأمن باعتبار قبضوا ثلاثة نخليهما يخدموا ولكن الشي اللي نطلبوا حنا كممثلين العمال ماذا بينا نظهروا للمجتمع نظهروا العمال قطاع من هم هذي الأشخاص لأنه الآن كل واحده لما حد شك في القطاع من الأستاذ للحارس الرئيس المركزي الأخيري وممكن نظهروا كم يقولوا هذه العملية الإجرامية اللي قاوموا بها ويتعدوا على الأصابع وفي الحقيقة نؤكد بأنهم حقيقة من سؤال العمق تعمل مجتمع الجزائري من سؤال أمن القاومي لعزائر وبرك الله فيه الوزير الأول في الحقيقة هذا هو الأساس طيب هناك ويقال بأنه يراد ضرب مصدقيات الباكالورية من أجل منح الجزائر توبيخ من طلب اليونيسكو في المنظومة التربوية وأيضا إعادة المنظومة التربوية وقلبها إلى منظومة فرانكوفونية أنا أظن أولا ليس فقط ضرب الباكالورية أنا نضرب مصدقيات الباكالورية حقا وإنما نضرب الدولة للتزائر و belless not torande قالوا لي دائما يهدفوا الأكثر من الوزيرة لأن الباكالورية هي قضية الدولة الأزائرة الباكالورية ليست وزيرة ليست وسلم معناها الليدر لأنه لو أنا ما استمتع قادة غش نقول عملية إجرامية وتسري موضوع لأن الغش عادة يكون الغش بين فردين يكون ممكن كذا ولكن أنا على هذا الأكبر نطاق معناها نخرج الأسئلة رغم أنه ما خرجه شوحد على كل حال خرجوا عشر أحداش الموضوع وبعد ذلك يخرجوا الحل ما هو الهدف من هذا لو كانوا تجار متى يبيعوا ومجرمين ربما يدلوها في الخافة ولكن نخرج فيسبوك معناها أهدف أخرى وننظر مصالح الأمن إن شاء الله عندما تقبل على العصابة كلها رح تعطينا كل هذه التساؤلات رح نسألها هي فقط إذا سمحت كذلك فيما يخص ممكن الضمانات ننظر دولة زيارية رهي قوية وهذا يعتبر لنا الضرس وننظر الباكرورية الجاية إن شاء الله ستكون بضمانات كبيرة وكبيرة جدا لذلك أنا أفضل من شوش على بنا نتعلمين نقول بنا أنا حضروا نفسكم راجعوا إلى أخيري هذا هو الأساس لأنها أبقعت أيام معدودة إن شاء الله هي معدودة وتنطلق الامتحانات وإن شاء الله ترجع المياه من المجالها الطبيعي زيادة على ذلك ممكن نفتخره كذلك بمستوى باكرورية زيارية لأنها ده وممكن بعض الأعداء واحد يحب يشوف همانا لما يحبش واحد كما قادر يدل له أي تهمية صلى الله عليه أنا فقط نبقى نقول بأن كل الضمانات موجودة باش إن شاء الله يكون عدد إن شاء الله ما تخرش المواضيع وكذلك ممكن أكد بأن الأسادة والمعلمين كما يحاولون روزوا البعض بأنهم مجندين لماذا؟ لأننا كنا كمرنا كطربويين نتيجة الحصات تعنا وهو نتيج نهاية السنة الوطنية إن شاء الله طيب ضمانات مثل ما قلت الآن الدولة الجزائرية قوية هذا ما صرحت به وزارة التربية قبل الباكالوريا وقالت بأن تكنولوجيا تتقدم ولدينا رجال مكونون ومتخصصون لمكافحتها لحد منها وبشيء القليل من أجل تمرير هذه الباكالوريا بردا وسلامة على التلميذ إلا أن شاهدنا العكس ذلك وشاهدنا هناك تسريبات بتواطأ مثل ما جاء في تحقيق رجال الدارك والشرطة بتواطأ من داخل الديوان وأيضا من خارج الديوان وتابعين للوزارة أيضا طيب ما هي حقيقة يوم أمس كان لدي ضيف الرئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلميذ سيدة علي بن زينة وقال ما هي الضمانات التي تعطيها الوزيرة وهي التي كانت أعطى الضمانات فيما سبق اليوم من أجل ربما إنجاح هذه الدورة الجزئية أنا نظر أن هذه العملية تسرب هذه أدو أن أعطت درس ممكن أن أعطتنا درس في وزارة التربية الوطنية زيادة على ذلك كما يقولون المثل سألق الدارة ما يتحكمش نعم ولكن تكشفت العملية والحمد لله هذا كما يقولون بيت جنيد الجميع وزارة التربية وزارة الداخلية ومزارة الأمن أما الضمانات أنا نظر أن الدولة الزيارة هي قوية ونحن متأكدين منها في المقصد العملية ستكون إن شاء الله هذه المرة ليس كسابقتها لأنها ستأخذ كل الإجراءات ممكن معنا ما عنديش المعطيات كلها وهذا شيء طبيعي بأن وزارة التربية الوطنية ممكن الدولة وإنما أن يمأكد باعتبار المتسببين الرئيسيين الأغلبية في رأيه أن تجاه حكمهم ما زال ممكن تظهر الحقيقة رأس الحربة رأس الحربة ممكن وهو احتمال كبير يكون محكمه ممكن وإنما لذلك باعتبار قضية التحقيق أظن نترك الأمور وإنما ما نشكوش ما نجمش نشكوه في دولة عنا عروحنا دولة عنا ما هي القدرة التي تحوقت في الأمور الأمنية هذه أنا نظن كانت هفوة هفوة أن يقول لك سارة قدر ما يتحكمش لذلك ولك رب يكشف على كل حال والحمد لله أنا نظن نقدر أن نطمنوا بناءنا التلاميذ نطمنوا الطلبة بأن فقط أهتموا إلا بالتحذيرات والحمد لله سي بلاد أغلبية التلاميذ رغم أنهم يوم الامتحان شافوا المواضيع وكانهم يحبوش يخزروا فيهم لماذا؟ لأن نفرضوا تلميذ يشعوا موضوع الأول أو موضوع الثاني ويرجعوا ويوجد يلحق القسم يجيون يصروا لقوع بعض ما يقدرش يكمل لذلك الأغلبية والحمد لله وأنا بالمناسبة ممكن نشكر كل المشريفين على مراكز الامتحان كأساتدة ورؤسة مراكز وحتى التلاميذ كما يقولوا كانوا بوحد النصج السياسي لمحتم الكبير مجموعة يحبوا يخرجوا التلاميذ بالعكس واصلوا الامتحان هذا الدليل على النصج السياسي لأنه الطالبها في ثانوية طيب نتحدث عن ربما الموضوع البرنامج الثاني الذي وقعته ربما وزاعة التربية الوطنية والعهد الثاني مثل ما يطلق عليه هل لديكم أدنى خبر عنه فيما يخص فيما يخص هذا البرنامج الذي ستعطيه البرمج من طرف وزيرة التربية برنامج نعم أي برنامج تحدثت عن ربما عهد الثاني بالنسبة لي قطاع التربية لا يلا حد الآن ما زال نظر لأن كل هذه الأفكار خاطر حقيقة كنا من المفروض يكون لقاء مع الشركة الاجتماعيين ككل أولياء وطلباء وأولياء التلاميذ ووزارة التربية لعدد نظر ولكن فضلنا لكي لا نشوش على أبناءنا التلاميذ الممتاحينين ممكن تكون إجراءات يقولك لماذا رح يدلوا هذه إجراءات السنة المقبلة لذلك فضلنا مباشرة لكي نلقوا في ساكينة فضلنا نأجلوا هذا النظر ولكن شيء نوعدوكم به هو أن مباشرة بعد الباكاروريا والباكاروريا السنة المقبلة لا تكون مثل هذه السنة احتمال كبير فيما يخص عدة أمور أنا نظن وزارة تربية كذلك سنة أقلم أظن كما يقولك للسيروم يخدموه من الفيروس نفس الشي ممكن في المستقبل إن شاء الله الحر سيكون عن طريق ممكن الوسائل الإلكترونية هذه إن شاء الله إن شاء الله سيد فرحد شابخ ربما كسؤال آخر بخصوص قطاع التربية هل في الفترة المنتدة القادمة ربما هناك كلام يدور بوجود إضراب يبتدأ من سبتمبر لا نظن كما يقوله هذا سابق لأوانه إضراب لماذا إضراب لماذا نظن إلى حد الآن نحن كنا منهميكين منهميكين أوان على البكر والي زيد على ذلك نظن وزارة تربية نحن كنا من الأوائل كذلك كنا ندير بعض التعليقات وندير بعض التصريحات ضد وزارة تربية ولكن في مدى الأخيرة واحد يعترف إحنا ما نقولوش كما يقولو هناك حوار مفتوح بين وزارة تربية الوطنية والمشاكل تتكفل بها الوزارة بجدية وعن طريق نتائج من الموسى ونزن نقولو ممكن هذا الشهر فقط ممكن مجموعة كبيرة من زملائنا الأسد يتلقوا المنح انتحهم كما يقولو لروريكان تعالي رابالي إلى أخيره معناه إلى حد الآن الجورة موجود وننظن أحسن دليل وعند حدوث باكرارية الوزارة لم تتصرف لوحدها وهي تقريبا باستدعاء الشركة الاجتماعيين اللي قدمنا اقتراحة معا وتم قبولها من طرف الوزير الأول والحكومة هذا أحسن دليل بأن الجو مناسب ولكن الآن ما ننقضوش نقولو كل تنظيمات كان تنظيمنا قابل اعتبارات معينة ولكن أنا نظن نحن في قطاع التربية نظن كما يقولو ممكن راح نكون ومستعقيل لماذا؟ لأن مصير ابنائنا له دور زيادة على ذلك لأن أهم المشاكل التي كانت موجودة عندنا في مصدر القطاع هو القانون الخاص القانون الخاص الذي أرىنا هناك لزنة وقريبا ننتهي منه إعادة الاختلالات وليس إعادة نظر كل القانون الخاص لاختلالات زيادة على ذلك طب العمل ممكن لحد الآن وكان عندنا شارف مع وزير التربية الوطنية في زيارة في الباكالوريا شوفنا كذلك بدأت مراكيش تفتح من هذه التي تكفل بعمال القطاع فيما يخص الخدمة الاجتماعية رأينا عن قريب إن شاء الله ننتهي ومن إعادة نظر في القانون وطنة صفر واحد كشورها كشورها وزارة معناها الجو الآن رأيه متفاعل أكثر بكثير وحتى وزير التربية في ظن الوطنية الآن عرفت في الحقيقة العمق على القطاع لذلك رأينا فيه تنسيق دائم وضح نرفق وزارة التربية الوطنية في مراكز الامتحان لماذا؟ أولا لنطمن زملائنا الأسدداء وعم القطاع مفتشين مساعدين إلى أخير كلهم وكذلك نطمئن على أبناء التلاميذ بين المتحان في ظروف جيدة شكرا جزيلا لك سيد فرحة الشاب خلامين العام الاتحادية الوطنية لعمال تربية كنت ضيفي صباح اليوم في قطاع التربية وموضوع بخصوص البكالوريا الجزئية شكرا جزيلا لك